تتواصل لقاءات والانشطة المؤتمرية لفروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظة والمديريات ففي محافظة البيضاء كد اجتماع لفرعي المؤتمر بمديريتي الملاجم وطفة الوفاء للوطن والقيادة السياسية والاستمرار في الدفاع عن الوطني في وجه اعدائه لقاءات تنظيمية واجتماعات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء لفروع المؤتمر بالمحافظة لتجشين العمل التنظيمي للعام الجاري وفي اللقاء التنظيمي الموسع لقيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمديريتي الملاجم والطفة والذي ينعقد بعد عامين من الاستداف الممنهج لمغدرات الوطن ودخول العام الثالث في محاولة فاشلة لطمس منجزات عملاغة تضاف إلى رسيد المؤتمر الشعبي العام ومع تواصل اجتماعات التنظيمية الموسعة يؤكد على قدسية الدفاع عن تراب الوطن والحفاظ على مغدراته والتصدي للغزاة كواجب ديني ووطني وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الإخوة المؤتمريون إذا كان العمل في القوات المسلحة من أقدس الواجبات في مؤتمرنا الشعبي العام فإن رفض الجبهات بالرجال والشباب إلى جانب الجيش واللجان الشعبية هو من أقدس الواجبات في مواجهة العدوان والذود عن الوطن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمدريتي الملاجم والطفاء في لقائهم التنظيمي يجددون العهد والوفاء للقيادة السياسية والتنظيمية واعتزازهم بمواقفهم الوطنية التي رفضت الاستسلام وغررت البقاء في الوطن والصمود في وجه العدوان ويؤكدون رفض الجبهات تلبية لنداء الوطن ودعوة الزعيم علي عبدالله صالح كما نؤكد على فرع المحافظة المزيد من عمليات التواصل وتفعيل مثل هذه اللقاءات وهذه الأنشطة من أجل تعزيز دور كل الناشطين ودور كل أعضاء الخيرين من أبناء هذا الوطن للوقوف ضد هذا العدوان نؤكد قيادات وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمدرية الملاجم والطبة تأكيد دن وقوفنا إلى جانب القيادة السياسية والتنظيمية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح ونؤكد بأن العدوان الغاشم الذي استهدف الشجر والحجر وجميع المنشآت الحيوية لم يفنين عن مواصلة الدرب النظالي ويجب أن يهب الشعب المؤتمرين هبب رجل واحد تلبية لدعوة الزعيم علي عبدالله صالح حفظ الله في أن نرفض جبهات القتال أو جبهات المواجهة مع العدوان عدد من الكلمات والمداخلات تخللت اللقاء التنظيمي أكدت الوفاء لدماء الشهداء وتفعيل دور الشباب والمطالبة بإعادة اتحاد شباب الميثاق أشم ليظل المؤتمر كما عهده أبناء الوطن الحزب الرائد عبدالعز الملجمي اليمن اليوم محافظة البيضاء